عطيت شو وصفات والنس لا يسمعوا قلت معلوتها البسيطة قلت القمح전에 التفضيل في القروب الفيتامين ب اللي قلنا هذا القروب الفيتامين ب هو الميزان ديل الدهنيات اللي ليدام عدوا البشرة جافة تيزيدوا يدام اللي عدوا ميدمى وتنقص اليدام بمعنى اللي عدوا الشعر ميدم ياخد الراشيم القمح الراشيم القمح المقرب الفيتامين ب توقف تساقط شعر تعود توقف تساقط شعر و تحت الشعر باش ينوت لغلانت سيباسي و تحتدو دور مهم في المناعة حتى الزغبة القمح من البت يوقف تحت الشعر ينوت الشعر الحواجب الشفار و الضفار يأكلوه بيانسور و مقوي و المعلقة اللولانية فاصمة المعدة و في العجب و عامر بالألياف هل هو تريكي يأكلوه؟ ماش نقوله غاي يأكلوه؟ يبقوا دي ما يأكلوه؟ شح تقريب المعيار دي الأكل دياله؟ رعطيناها سهلة هش نقول اليوم؟ لا غير سمعي يرقدو حفنة هذيك الحفنة اللي غير يرقدوها رغت تكتر هتخرج كمية بزف كمية كبيرة قلنا مع القاس صغيرة قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل الناس هادون الناس اللي عاديين ولا اللي التالي يغلاط شوية يقوم هكاك ولا يتقوه؟ يقوم هكاك و لا يتقوه؟ يقوم هكاك نير و راه بين نير هكاك و كفري راه الديد هو الديد أصلاً هتك قلنا مع القاس صغيره قبل الفطور قبل الغداء قبل الامش مثلا غيرين gold أي مراض لا يقدر باللسجاي تاريخ وقلنا يأخذو 450 جرام ديال الفول بلس ما غي يأخذو 450 جرام ديال الفول يوميا هي الجرعة ديال ولي خاصه يأخذ الفول يكون عادي الفول بقشورو هادك كارم هلو يرطبوه تينبت هلو نين ينبتوه غي يأخذ غير 45 جرام بلسة 450 جرام بمعنى هادك نقصناها قسمناها على عشرة معلقة صغيرة هادك منبتت سوى عشرة المعالق ديال الزرع اللي نبتو فهي نستريقا قبل الفطور قبل الغذاء وقبل العشاء معلقة صغيرة القمح منبت قبل الفطور قبل الغذاء قبل العشاء قبل نعس فيه الكفاية وفيه العجاب العجاب في حالة ما إلا كانت شخص ضعيف بزاف وحنا تنعرفوا مولين سرطان رتي يدوبوا هاد الناس مازالي قدروا يأخذو معلقة كبيرة ربعاد المعالق ربحل يخذ ربعين معلقة كبيرة رتي الصحح و رتي الجهدو كل شي نرجعو الناس ديال الشعار اللي قلنا تثقوت غير القمح منبت القمح منبت لا 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 نزيدهم نزيدهم باش يقيدوا الوصفة كام قالور قلنا القمح منبت شي بس ما كينخدو الزعتر الزعتر صالح بزاف الزعتر طري ولا يابس يابس ولا طري بحال بحال سمعتيني ياخدو الزعتر كاس قبل الفطور قبل الغذاء قبل العشاء قبل العشاء قبل الناس يشربوه الزعتر قلنا رخم يعني متبوخ كانت غني احنا كنا تنعرفو المزايد الزعتر تنعرفو خاصة المعدة والالد ولكن نيرا ما ننساوش الناس اللي فيهم ضيقها لعدو مشكل ديالرية كيف ما بغي يكون هاد المشكل ممصرطة الرئة الزعتر ممتاز الزعتر قلسي ستنافروا ديالك سكسويل دونك منشي جنسي ما نساواش يعني متضغط مرتفع دكتور اللي عندهم السوكارية ماشي مشكل ياخدو الزعتر ماشي مشكل ياخدو الزعتر اذا قلنا قبل الفتور قبل الفتور قبل نغدق اذا قدنا الزعتر ونمؤركين بزافal انواع الزعتر ماكينش زعتر واحد عدنا ماشي نكونون مفاهمين الزعتر يشربوه ونشط شي حجي يخودي كتموه عليجلدة هذا السلاح الولانية تانية رتيعطينا لون زوين الشعرة هذاك النبوني الممتاز قلنا الزعتر قلنا عوتاني زيدوكم شي بس مكين زيدو الريحان اللي هو القاس الريحان رقناها قبل بعد القرآنَ هو الحبق والريحان ذينا أخ снقتل من الدنياً هو الشجرة هالة علاقة بالحبق؟ الحبق؟ لا عندهم علاقة بالريحان الحبق queria عليكم هو المذاكور في القرآن الذي تسمى في القرآن التقيام هو الرحان اما للريحان ذينا هو الشجرة وأيضا فري bare ten يذهبوا للريحان يوتبخوه و الناس الذين يعديهم القبض غ dermالavat لكن والذي أحد لهم إسهال يوم بذا سánt . . قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النعاس، سوف ينفعهم افتساقط الشعر شاطي حاجة يأخذوها تبخوه للجلدة بمعنى خلطو شوية تبخوه بزيان اللي غتشربوه بلا ما تبخوه بزيان ما يكونش مركز ولكن اللي غتديروه لشعركم أو الجلدة تبخوه يكون على شكل مركز خوي غير ذاك الماء للجلدة وما صيبها وخليه تلغد وخسل شعرك رادرتي دايش دوا فعال هات شو بنتي لعطي تغيي الأكل؟ موضعيا مكينتا حاجة تغير أعطيت موضعيا جالك أنا أعطيك مئة البصد خوضو هاد الزعتر وخوضو الريحان تبختوه بزيان على شكل مركز أعداك المويها ديالو كان نتبخوه نزيدو دايما نركبوه وصفه باش عموان نفعوهم شوية خوفوه في ميكسر هالزو داك القمح اللي نبتو خوفوه في ميكسر تحنو كل شي واركو على البوطونة كل شي غايت تحن تصفيو لباد العيالتي تصفيو من ذاك شرفي نخوف لباد عصروا غاينزل لكم صافي خودو داك المه شقو بي شعاركم حزمو باتو بي تلغد ها هي وصفة فعالة وممتازة ايقاف تساقو تشعر عدكم القشرة عقلنا قبل خودو مري وتخودو خل تفاح تحنوهم صفيهم ديرو للجلدة احنا حيدنا القشرة وخلينا الزغبة تبارق وقتونا قعليكين في الجلدة سؤال خر